اكد نجم الكرة السويدية زلتان ابرايموفيتشان حضوره لبطولة كاس العالم 2018 بروسيا يعتمد على رغبته وحده وذلك بعد تنمي احتمالة وقوع نزاع بينه وبين الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بسبب عقد دعاية ابرمه مع احدى بيوت المراهنات وقال ابرايموفيتش في مقابلة اذعتها شبكة يورو سبورت التلفزيونية فيفا لا يمكنه ان يمنعني من حضور المونديال اذا رغبت في التوجد سأكون هناك ويرتبط ابرايموفيتش بعقد دعاية مع شركة بيثارد للمراهنات وطبقا للائحة الانضباط الخاصة بفيفا وتحديدا المادة 25 منها لا يحق للعبي كرة القدمان يرتبط باي علاقة مع هذا النوع من الشركات واكدت شركة بيثارد الاسبوع الماضي انه لن تكون هناك مشكلة في الغاء عقدها مع ابرايموفيتش اذا رغب اللعب في خوض منافسات المونديال مع المنتخب السويدي كشفت صحيفة ديلميل البريطانية ان اندي ليفاربول الانجليزي بدأ مفاوضات جدة مع اللعب البلجيكي ماروان في اللايني الذي يستعد لمغادرة صفوف منشستر يونيتد الانجليزي الصيف المقبل في صفقة انتقال حر واشارت الصحيفة الى ان ليفاربول ينوي التعاقد مع اللعب الدولي البلجيكي لمدة ثلاث سنوات ومن المقرر ان يرحل في اللايني عن صفوف منشستر يونيتد هذا الصيف بعد انقض بين صفوفه خمس سنوات كاملة وذلك بعد ان اخفق في التواصل لاتفاق مع ادارة نديه الحلي لتمديد عقده واوضحت الصحيفة البريطانية ان ليفاربول ينافس العديد من الاندية للحصول على خدمات في اللايني الذي تلقى عروضا من اندية صينية واندية اخرى مثل بيشيكتاشي التركي وموناكو وبريسان جرمان الفرنسيين وضع اللعب الارجنتيني ديغو سيميوني حدا للتكهنات المثارة حول مستقبله مع تلاتيكو مادريد الاسباني واكد انه باق مع ناديه في الموسم المقبل واثارت العديد من الشائعات في الفترة الاخيرة حول رحيل سيميوني عن نادي العاصمة الاسبانية الصيف المقبل وذلك بعد الاخفاق الذي عصف باتلاتيكو مادريد في الموسم الحالي ولكن سيميوني اكد انه سيبقى مع تلاتيكو مادريد خلال الموسم المقبل وقال في تصريحات نقلتها صحيفة داليميل البريطانية مستقبلي سوف ابقى مع تلاتيكو هذا نادي كبير ونحن ننمو واضاف انا فخور بالمستوى الذي وصل اليه النادي في العقد الاخير وبالطريقة التي نفسنا بها ناديين كبيرين مثل ريال مادريد وبرشلونة وبالطريقة التي نحافظ بها على هذا المستوى التنافسي اعلن المدير الرياضي لنادي انتر ميلا الاطالي بيرو اوسيليو ان ناديه قرر شراء نجم برشلونة الاسبانية البرازيلي رافينيا الكنتارا الذي يلعب في صفوف النيراتزوري على سبيل الاعارة منذ يناير الماضي وقال اوسيليو في تصريح انقلته صحيفة كالتشو ميركاتو الايطالية رافينيا يقدم اداء مميزا وانسجم بسرعة مع الفريق لذلك ننوي تفعيل خيار الشراء مقابل 35 مليون يورو بالانتقالات الصيفية المقبلة وتحدث اوسيليو عن لعب فالانسيا المعار ايضا الى انتر البرتغال جواو كانسيلو حيث اكد ان النادي سيسعى ايضا للتعاقد معه لانه يمثل مستقبل الفريق اقال الاتحاد الياباني لكرة القدم مدرب منتخبه البوسني واحد خليل تزيتش وعين المحلية كيرانيشو بدلا منه في خطوة تاتي قبل شهرين من انطلاق نهاية كأس العالم الفين وثمانية عشر في روسيا وتولى خليل تزيتش تدريب منتخب الساموراي في مارس عام الفين وخمسة عشر ونجح في قيادته الى نهاية كأس العالم المقررة في روسيا من الرابع عشر يونيو الى الخامس عشر يوليو المقبلين الا ان النتائج المخيبة التي حققها المنتخب في الاونة الاخيرة خلال المباريات الودية والاسلوب التدريبي للمدرب لقياء انتقادات حادة محليا واضطر خليل تزيتش الى نفي الشائعات حول امكانية اقالته من منصبه في الاشهر الاخيرة وقال في سبتمبر الماضي الى الذين يهجمونني اقول حظا سيا لكم لكنني ساواصل القيام بعملي الى متى سنرى اما نيشيو 63 عاما فشغل حتى الان منصب المدير الفني في الاتحاد الياباني وقال رئيس الاخير كوزو تاشيما للصحفيين ارتعينا ان المدرب الجديد يجب ان يكون معينا من الداخل نظرا الى انه يتبقى لنا شهران فقط على كأس العالم انتهت النشرة دمتم في امان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة